إن الصحراء أصحراؤنا لم نغتصبها اغتصابا ولم نستلبها استلابا وإنما هي جزء من وطننا كان محتلا فخلصناه ومقيدا فأطلقناه إننا نعد كل اعتداء يخل بأمن وطننا وسلامته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محببكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدد اليوم الإخوان في هذا الفيديو سنتكلموا على إسبانيا وعلى الاعتراف ديلها بمغربية الصحراء أو دعمها للمقترح ديل الحكم الداتي تحت السيادة المغربية وهذه المناورات اللي رجعنا كنشوفوها مؤخرا من إسبانيا سنشوفو واش هاد المناورات من أجل أن تحصل على الغاز الجزائري في ظل الأزمة الأوروبية واللي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية أم أنها تعرضت لتهديد من الطرف الاتحاسي والحاد الأوروبي خصوصا جوزيف بوريل بقمعي الإخوان نشوفو تفاصيل لهذا الموضوع دائما نتمنى منكم أنكم تدعمونا بكترة الإعجابات كذلك بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا ودائما نحن يمستمرين في القضية المقدسة عند الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عازاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله ندخل صور بالموضوع نحن كما غاربة اللي كان نفهمها وهي طيرة نحن عارفين بالدول الأوروبية ما عندهاش صديق وما عندهاش الحبيب عندها المصلحة خصوصا إخواني أخواتي اليوم كيشوفوا المملكة المغربية الشريفة كتوقف معهم من ند للند وكتقول لا الأمر اللي مولفينش كيسمعهم من الدول اللي كانت مستعمرة يعني سابقا هنا إخواني أخواتي غادين تتذكروا الكلام اللي خرج من جوسيف بوريل الممثل ديبلوماسي دي الاتحاد الأوروبي هنا قال أن الموقف ديال بيدرو سانتشيز من الصحراء المغربية كان ولا يزال ماشي موقف الاتحاد الأوروبي وأنه كييد عقد مشاورات بين المملكة المغربية والبوليزاريو والأكتر من ذلك أن جوسيف بوريل الممثل ديبلوماسي دي الاتحاد الأوروبي جبد الكلمة أو جبد القضية دي الاستفزاء لهذه الكلمة الأمم المتحدة قبرتها وما بقيتش كي تجبدها يعني ما بقوش كي يذكروا الكلمة دي الاستفزاء النهائيان وبدلوها بالحكم الداتي تحت السيادة المغربية هنا بدل الغضب المغربي بما فيه الدبلوماسية المغربية الإعلام المغربي الرأي العام المغربي هنا الاتحاد الأوروبي بغيلي القضية قال بلي الاتحاد الأوروبي قصد ومعه إسبانيا كيقصدوا بلي الاتحاد الأوروبي وإسبانيا معه كييدعموا الحل وصلت وفق القرارات المجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اللاسية مع القرار 26 صفر جوج وهذا القرار تذكر غير الحكم الداتي تحت السيادة المغربية هذا الغضب بين أخر السيد ناصر بوريطا وتصل شخصيا بجوزيف بوريل أخر السيد ناصر بوريطا وفي سر تصريح جوزيف بوريل نخليكم الإخوان مع تصريح السيد ناصر بوريطا ونتلقوا من بعد من الأسل لهذا السرح لأنه أولا مكيحة الموقف الإسباني والثانيا مكيحة الموقف الأوروبي وكان حديث مباشر مع بوريل وكانت الأمور توضحت لأنه السلطان بسرح مغاية في اليوم التالي لأكل واليوم الكطاع الخارجي للإتحاد الأوروبي أحضَا صريح التي يبضح فيها الموقف وموقف بالإتحاد الأوروبي يدعم جهود أممان المتحدة والإتحاد الأوروبي يكمن الجهود الجدية بدит نصف المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي والإتحاد الأوروبي يدعم حال سياسي عملي ووقعي في إطار أمم المتحدة ويدعم المدعوث الشخصي فبقدر ما نتأسفنا لأن الموقف الذي لا يعكس للموقف في سطانيا ولموقف الأوروبية بقدر ما التوضيحات التي جاءت من بعد بينات بأن لا أولا الأمر كنت تعلم فقط باعترف الليسة للسلسة الخارجية الأوروبية كما سمعت على لسان السيد ناصر بوريطا بوريل عتادر وهنا بالفعل هذا الشيكيبي لنا المكان المرموقة للمملكتنا المغربية الشريفة ولكن السؤال المطروح واش فعلا عتادر وكانت فعلا يعني زلت لسان أو أنه عتادر وكيخدم في الخفاء ولكن المؤشرات دياليوم كتقول باللي كين تغيرات في الموقف الإسباني أو كينش تهديد مراهن ولكن تتذكروا معي إخواني أخواتي مهار اللي تم إفشال اجتماع حركة صحراوية من أجل السلام في الجزول الكاناري هاد الحركة اللي هي مضادة للبوليزاليو وكتنادي بمغربية الصحراء هاد الإفشاء جاء من المخابرات الإسبانية هي اللي قمت بإفشال هاد الحركة أو هاد الاجتماع أو هاد القيمة إذن شنو كيبال لنا؟ كيبال لنا بلي كان وقت الصراع ما بين الدولة العميقة والحزب الاشتراكي الحاكيم بالنسبة لليوم لهاد الزيارة ديال رئيس الحكومة الإسبانية وهاد الزيارة المرتقبة للمغرب اللي فيها غادي تنقش بزيف ديال القضايا فيها اتفاقيات فيها يعني يتكلموا على رؤية ترسيم الحدود هاد الزيارة كنشوفوك تتكلم عليها غير الصحفة الإسبانية بالنسبة للمغرب ما زال ما سمعناش تصريح من إعلام الرسمي المغربي ممكن ممكن أن هاد الزيارة تلغى لأن المفاوضات بالنسبة لنية ديال بيدرو سانتشيز هي نية حسنة يعني اعترف بمغربية الصحراء وكذلك دولة الإسبانية يعني مع اعترفها اعتراف على اقتناع هنا كين مراها تهديد بوريل أو الاتحاد الأوروبي خرج كي يهدد بيدرو سانتشيز وكي يقول له بلي هاد القرار بخصوص مغربيات الصحراء كي يضرب في عمق مخططات ديال المفاوضة الأوروبية وعليه أمر إسبانيا أنها تراجع للاعتراف ديالها وأنها غاد يتعرض لخسائر كبيرة خاصة هي أكبر دول اللي كتلقى مساعدات من بروكسيل جوزيف بوريل شنو قال قال بلي الاتحاد الأوروبي ما كتهموش أمريكا لأن أمريكا أولا هي حليفة المغرب وثانيا أمريكا اليوم كتبتزهم في الغاز يعني كتبيع لهم الغاز بأربعة أضعاف يعني التمن دياله في هاد الظروف يعني الأزمة الخانقة اللي كيناديال الغاز أمريكا استغلت الموقف نابوريل أو الاتحاد الأوروبي بغيين يضربوا أمريكا في المغرب وكي تهموا إسبانيا باللي هي مولاة هذه المشكلة بديال الغاز بسبب اعترافها بمغربية الصحراء وقلها بلي إسبانيا خس هي اللي غادي تحمل العواقب بالنسبة لي إسبانيا شافت باللي هاد الاعتراف بمغربية الصحراء هو اعتراف عن قناعة اعتراف ديال دولات إسبانيا ولكن اليوم تعيش ضغوطات اول حاجة تعيش الحكومة الاسبانية ضغوطات من المعارضة كيتهم بيدرو سانتشيز ان اعطاء صحراء وكذلك اعطاء سبتمليلية للمغرب وصلا ان هاد المعارضة تضغط بشكل كبير على مدريد هاد المعارضة اللي توصلت بفلوس صحاح من الجزائر وما زالها تتوصل يعني بالدفوعات اخرى وهاد شي من اجل الضغط على بيدرو سانتشيز من اجل التراجع على اعترافه بمغربية الصحراء من اجل الضغطات على بيدرو سانتشيز سيخرج بيدرو سانتشيز في واحد تصريح له وغديتكلم وغديتكلم بالاسبانية مع الشرعية الدولية وما غديش يجبت الحكم الداتي اللي دعمت اسبانيا يعني بدأ في الضبابية وهدي ايام اسبانيا وقعت اتفاقية جديدة مع الجزائر بما يخص الغاسواء بالتالي الاتحاد الاوروبي كي يدير مناورات ضد المغرب والاتحاد الاوروبي هما ما عندهم مش معدك الشراكة ديال ربح ربح دائما هما اللي يربحوا وكذلك الغرور ديالهم الاستعماري ما بغاش يتغير كذلك كينا اخبار اخرى اخواني اخواتي اخبار لحد الان غير مؤكدة كتقول بلي فرنسا هي اللي ضغطت على جوزيف بوريل باش جوزيف بوريل بالدور دياله يضغط على بيدرو سانتشيز باش يتراجع له مغربية الصحراء وهاتشي كامل من اجل ارضاء الجزائر مهم اخواني اخواتي مع هاد دول استعمارية جميع الاحتمالات ممكنة مهم اخواني اخواتي كيما كيقول المثل المغربي اللي في القدراء دا بيجي بدول مغرف يعني اسبانيا الى تراجعت على الموقف ديلها فالامر غديبان والامر غديكون واضح مهم اخواني اخواتي هادا هو الموضوع ديلنا كنتمنى انكم تدعمونا بالضغط على الزير اعجاب كذلك نبرتجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء مع الاحباب مع المغرب الاحرار دمتم في رعاية الله وبداية اسبوع موفقة والسلام عليكم